بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن الحالة الثانية اللي هي Acid Catalyst احنا نتكلمها ما في التعاني للانسبات Acid Catalyst Acid Catalyst هي عبارة عن الحوض بيتحط على Substate بيديني Activated Complex وConjugate Base والActivated Complex ده هي اما تنبيتشد للغاية تاني متفاعل عكسي ازا ما احنا شايفين انا نشرح بقى اخر ايه دي الحوض بيتح بوسطف او مادة حملة دوتون بحط للمادة المتفاعلة انا انا عايز افعالها بيديني S H S H اللي هو Activated Complex وConjugate Base بيتصعب Activated Complex ده بيتحط له مادة لها basic properties ودي احتمالتها كتين يا solvents مية H.T.O وفي الحالة دي بيسموها Protolitic يعني متا بيتحط لها الكونجوكوت بيتز اللي طالع ده اللي هو مستوى موجود في المحلول اه هو اللي بيعمل Abstract بعدها تادية للProton وبيديني Product الحالة ده ما يقوليني بيه هو اللي بيعمل Abstract للProton بسميها Prototropic Prototropic هنا العكس عكس الانزيم يعني ايه يعني ان انا عايز الواسط كله الحمضي فبخلي تركيز الكاتاليست اللي هو C node الكاتاليست بتاعي او اللي هو الحمض هنا اكبر بكتير او من تركيز الاستنوب وده ملحوظة مهمة جدا لازم نلاحظها في الاتنين ان ده اول تعديل في الكاتالياتيك ريت اكوشن انها بشوف مين اكبر من التاني هل الانزيم اكبر في الحالة بتاعت انزيم الانزيم اكبر بكتير بالسبسترات في الحالة بتاعت الاسد الكاتاليست اللي الحمض اكبر بكتير من السبسترات طيب هنا بقى والي اللي هي بالتصاد الخطوة الاولى اللي هي اللي هي ال الريتك الريتك مثل بيه بروتو تضيع. ماشى. جيباله كده ده التعديد بتاع الريت اكوشد هو بيبقى اكتل عامل لك ده او تعديد بتاع الميكانيزم المعدد بيبقى اعمل كده هده. بيه ايش باس يعلم بيه ايش باس باس بس بس يسوف sH باس به ايش باس يعلم مثل مع بيه ايش باس بوب تيني بروتاك ما فيه زده طبعا بقول لك ملحوظة المفروض بي ايك بوسب هو الحمض اللي لازم يلاحظه ده اه له كي ايه طبعا لازم يضيف له ماء بيتحط له ماء طبعا يعني هم ببقاش له الحمض اللي مستخدم احماض اه مخففة بالشكل ده ده الشكل العام بتاع الحمض اللي بيستخدم يعني هو من الاخر كده بيبقى ناتج من تفاعلها حاجة تانية البي ايك باس زي الاشتو او مش هو الحمل الديريكت للبروتون طبعا فيه كي ايه هنا ديستيشن كونس انت بتاع الحمض هيدين هيدون يوم ايون زي البيس هيدون يوم ايون زي البيس فمعنى كده ان الكي ايه بتساوي ايك سري طبعا بي سريشن عادي ايك سري او في البيس كونس انتج من البيس وبيطلع على البي ايك بلس اللي هو الاكتنت طبعا المايا هنا ملاحش تأثير يعني هو تركيز البروتكت قارة تركيز الاكتنت هو هيدا اه حاجيب الحمض مع كونس انتج من البيس بتاعه اللي هو كنتج من البيس اللي هي زي مراتو يعني او دكتور كاتريست البي ايش لود مع كونس انتج من البيس بتاعه لما يكون الماثنين موجودين في معادلة واحدة كدهوت بستبدلهم بتركيز الهيدرونيوم ايون على الكي ايه تركيز الهيدرونيوم ايون على الكي ايه دي علاقة هامة وهيخلي على جنب الوقت هي اسد سري شاد كوست يبقى يوم ما لاقي البي ايش بلس اللي هو الكاتريست على بي بستبدلهم ب ايش سري او على كي ايه طيب ايه طبعا هيدا يعني يبقى عندي حالتين قوار جدا اللي هو بروتوليتك ان انا هستخدم صول وانتمية هي الحالة وبروتوتروبك اللي انا هستخدم كونجورت بيستبدل نشوف الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل ايه في الا اول حالة اللي هي بروتوليتك ااه لقوا بروتوليتك لقوا بروتوليتك بروتوليتك اللي هو المايا بتعمل ابرستراكت البروتون والبروتوتروبك اللي هي الكونجورد بيز بتعمل الابستركتليل نشوف للموارد الجاية الحالة الاولى اللي هي حالة الماء اللي هي البروتوليتك ميكانيزم شكرا ونشوفكم في الفيديو الجاي